والتي نستهلها بشأن الأمني حيث تمكنت عناصر الشرطة بأمن ضائرة جامعة بولاة الوادي من حجزي 14600 بحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع وكذا 4714425 كيسا من الشم المقلدة وتوقيف أربعة أشخاص عبر نقلها بواسطة شاحنتين لداخل إقليم الاختصاص حيث قامت ذات المصلحة بوضع خطة عملياتية محكمة تفاصيل العملية في ميكروفون عبدالعلي الحومة تمكن عناصرنا من توقيف الشاحنتين الأولى محملة بـ 47425 وحدة من تبغى الترشق والثانية محملة بـ 14600 وحدة من المشروبات الكحولية كانت مموهتين بمواد غذائية ومواد بناء أين تم توقيف أربع أشخاص مشتبه فيهم بعد استكمال إجراءة التحقيق سيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة